شكراً سيد المستشار على هذا السؤال الهام هذا حقيقة سؤال تهم موضوع أوسع من الموضوع النقل للعمل الفلاحيين وهو موضوع السلامة الطرقية وهو موضوع مشترك ومجتمعي بهذه المناسبة أريد أن نشير أن مؤشرة السلامة الطرقية في بلدنا وعرفت تحسن لا بأس به خلال الشهر الأخيرة رغم أنها لازالت دون الأهداف المسترى في الاستراتيجية الوطنية ولازلنا نسجل بكل أسف استمرار وقوع حوادث ولسيما حوادث تتخص تنقلات جمعية ومثل الحوادث التي تكلمتم عنها المتعلقة بنقل العمال الفلاحيين يجب التذكير أن هذا النقل هو النقل تطابع خصوصي مثل ما هو الحال فيما يخص نقل المستخدمين في القطاعات ديال التجارة أو الصناعة أو الخدمات ونريد أن نشير إلى أن الترسانة التنظيمية ببلادنا تتأثر هذه الخدمات لكي نضمنوا السلامة والراحة ديالي المستخدمين وبالتالي فمن الحلول الممكنة هو ولوج المشغلين من أصحاب ضيعات أو تعاونيات فلاحية إلى استعمال نقل المستخدمين الذي هو مؤثر تنظيميا حفاظا على سلامة مستخدميه وبالنظر للبعد المحلي لهذا النوع ديال النقل وبالطبع الموسمي بعض الأحيان اقترحت وزارة النقل إدراجه ضمن أشغال اللجنة الموضوعاتية للنقل في إطار تنزيل ورش الجهوية الموسعة وذلك تفعيلا لممارسة الجهات لاختصاصاتها في مجال النقل من جهة أخرى بغيت نتشير أنه يجب تشديد المراقبة الطرقية ولا سيما من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة لتتصدق عليها اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية وشكرا